مملكة البحرين مملكة البحرين اهتماما كبيرا بموضوع الامن الغذائي خاصة في ظل الظروف التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية التي اثرت على سلاسل الامداد العالمية وشكلت تلك الظروف تهديدا خاصة للدول التي تعتمد على استيراد مواردها الاساسية من الخارج ودائبت حكومة مملكة البحرين بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تبني المبادرات التي تكفل تحقيق الامن الغذائي في المجالات الزراعية والحيوانية والبحرية وتزيد حجم المنتج الوطني بما يكفل تأمين الغذائي واستدامته حيث اطلقت الوزرات جهودها في ملف الامن الغذائي عبر اربعة مرتكزات اساسية وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الاهداف المستقبلية في مجال الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الامن الغذائي في اعتباره شركا اساسيا في هذا الملف وفي ذات السياق ومن منطلق ضمان سيابية السلع في الاسواق كانت اوامر سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتعليق رسوم الاراضي الصناعية المخصصة لتخزين الاغذية لمدة ثلاثة اشهر وتعليق شرط حصول الاسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية والقاء رسومها للمتاجر والاسواق الغذائية لمدة ثلاثة اشهر اضافة الى تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الاسعار في الاسواق مساهمة في الحفاظ على الامن الغذائي وضمان استدامة السلع في الاسواق ومؤخرا جاءت قارات عدد من الدول في حظر تصدير السلع الاساسية ومنها الارز وضعة تحديا جديدا امام الدول التي تستهلك الارز ومنها مملكة البحرين الا ان البحرين وبحسب رئيس لجنة قطاع الاغذية في قرفة تجارة وصناعة البحرين بعيدة عن ازمة حظر الارز كما انها تمتلك مخزونا ممتازا اشتركوا في القناة